بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الثالث الابتدائي لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى في تلاوة صورة الملك وذلك من الآية الأولى وحتى الآية الخامسة بإذن الله تعالى ولكن قبل أن نبدأ سويا في تلاوة هذه الآيات المباركات دعونا نذكر أنفسنا بآداب تلاوة القرآن الكريم فمن آداب تلاوة القرآن أن يكون الإنسان على طهارة وعلى وضوء عند مسه لكتاب الله كذلك من الآداب الاستعادة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند بدء القراءة وكذلك بالبسملة عند بدء الصورة كذلك من الآداب الترتيل وحسن القراءة كذلك من الآداب التدبر وفهم الآيات وهذه الآداب من الهدي النبوي الذي كان عليه رسولنا صلاوات ربي وسلامه عليه عند تلاوته للقرآن والآن إخواني وأخواتي نأتي سويا إلى درسنا وسوف نتلو سويا في صورة الملك فالمطلوب منكم بارك الله فيكم إحضار المصحف وفتح المصحف على صورة الملك والمتابعة معي أثناء التلاوة حتى نستفيد جميعا بإذن الله عز وجل ونتلو هذه الآيات بالشكل الصحيح وبالشكل المطلوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير بارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبعد أن تلونا وإياكم هذه الآيات المباركات وقبل أن ننتقل إلى القارئ ونستمع إليه دعونا نعرج على أبرز الأحكام التجويدية في هذه الآيات في قوله سبحانه وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا هنا تنوين أتى بعده حرف الطا والطا كما عرفنا أحسنتم من حروف الإخفاء من حروف الإخفاء أما في قوله عز وجل طباقا ما ترى تنوين وأتى بعده حرف الميم والميم كما عرفنا من حروف أحسنتم من حروف الإدغام بغنة أما في قوله سبحانه من فطور نون ساكنة وأتى بعدها حرف الفاء والفاء من حروف أحسنتم الإخفاء أما في قوله سبحانه وتعالى السماء هنا مد والمد هنا نوعه أحسنتم متصل لاتصال حرف المد بالهمز في كلمة واحدة وحكمه وجوب المد بمقدار أربع إلى خمس حركات أما في قوله سبحانه وتعالى رجوما للشياطين تنوين أتى بعده حرف اللام واللام من حروف الإدغام أحسنتم بغير غنة الإدغام بغير غنة إذن هذه أبرز الأحكام التجويدية التي جاءت في هذه الآيات والآن دعونا ننتقل سويا إلى القارئ ونستمع إليه وهو يتلو هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير تبارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبعد أن استمعنا وإياكم إلى القارئ دعونا الآن نعود إلى الآيات وننتقل سويا لمعاني الكلمات قال عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي ليختبركم أيكم خير عملا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي ما ترى في خلق الرحمن من اختلاف وتباين فارجع البصر هل ترى من فطور أي فأعد النظر هل ترى من شقوق أو صدوع ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أي ثم أعد النظر مرة بعد مرة يرجع إليك البصر ذليلا صاغرا عن أن يرى نقصا وهو متعب كليل ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح أي ولقد زيننا السماء القريبة التي تراها العيون بنجوم عظيمة مضيئة إذن إخواني وأخواتي بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا وسوف نستكمل بإذن الله تعالى تلاوة هذه الصورة المباركة في دروس قانمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة